شكراً سيد الرئيس صحيح؟ وأطلعتنا ولم تكتفي ذلك حسب بل قد هزتنا في الصميم وصدمتنا فروسيا والصين وبلدي محدثكم الجزائر ثلاثتها دعت لعقد هذا الاجتماع لإبراز مدى الحاجة الماسة والملحة للتوحيد ولتنسيقه استجابتنا للأزمة الإنسانية تكشف فصولها في غزة إن اجتماعنا اليوم يرسل بارقة آمل بارقة الأمل بارقة الأمل بماذا؟ بأن نضع اختلافاتنا جانباً وأن نتوحد في إنسانيتنا المشتركة التي نتقسم بيد أن الأمل وحده ليس كافياً فإن شعب غزة بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرد تعاطفنا وشفقتنا بهم بحاجة إلى إجرائنا وتدخلنا الحاسم ففي غزة يصرخ الأطفال ويبكو جوعاً وتغص المستشفيات بالجرحة والمحتضرين والأسر تعاني الأمرين في ركامي وأنقاضي ما كان منازلها يوماً ما وهي ليست مأساة بعيدة عننا بل هي كارثة تتجلى فصولها بشكل فوري ونحن نشاهدها نشاهدها في بث حي مباشر بما يشكل تهديداً لجوهر إنسانيتنا ولا يسعنا أن نشيح بأبصارنا بعيداً عنها لا يجوز لنا أن نلتزم الصمت وعلينا أن لا نتقاعس وأن لا نفشل في أن نتحرك ونتصرف فالتاريخ وضعنا نصب عينه وأصوات الشعب الذي يعاني في غزة وألامه تتردد أصداؤها في هذه القاعة تتساءل مخاطبة إيانا مرددة سؤالاً بسيطاً واحداً إن لم يكن مجلس الأمن قادر على ذلك فمن؟ وإن لم يكن الآن هو الوقت المناسب فمتى؟ السيد الرئيس اليوم ثمت 96% من أطفال ونساء الفلسطينيين هم عرض لانعدام الأمن الغذائي في غزة إن صور الأطفال الفلسطينيين وهم يصطفون في طابور لكي يحصلوا على لقمة يسد بها رمقهم أو اضطرارهم لعلك ومضغي أوراق الشجر الأخضر هذا كله ينبغي له أن يشكك في إنسانيتنا وأن يدفعنا باتجاه التصرف والتحرك فالعالم يراقب والتاريخ سيحكم دعونا دعوا أصواتنا ترعد وأن تردد أصداد أفعالنا بشكل مهول لا يجوز أن نسمح بمرور يوم واحد آخر نسمح فيه باستخدام التجويع كأداء وسلاح حرب في غزة ولا حتى يوم إضافي واحد وفي الأثناء مجلسنا لا يزال يعكف على مناقشة عدد الشاحنات التي دخلت غزة ويتجادل في طبيعة العقابات التي وضعت عن قصد من لدن القوة الخائمة بالاحتلال اليوم نحن مجددا نواجه تحديات متصلة بإمكانية الوصول وتوزيع الغذاء ولكن هتان هما نتيجتان لسياسة إسرائيلية مقصودة ومتعمدة وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تبع المتحدة وخلال الأسبوعين الأولين من الشهة يوليو تموز الجاري بلغ عدد الشاحنات التي سمح لها بدخول غزة 86 شاحنة يوميا وحسب وهذا دون المستوى المطلوب وبفارق بعيد وهو بشكل واضح أقل من الرقم المطلوب ألا وهو 500 شاحنة يوميا والتي كانت تدخل السنة الماضية بشكل يومي وجراء غياب الأمن والنظام فإن الجهات الفاعلة والموظفين وتواقم الإغاثة الإنسانية يواجهون تحديات عظام وجمّة في إيصال المساعدات الإغاثية داخل غزة وإيصالها إلى السكان الفلسطينيين المدنيين ونحن نتحدث عن بشر بالمناسبة نتحدث عن أرواح ونتحدث عن أطفال لهم أحلامهم أحلام دمرت بسبب القوة الإسرائيلية البربرية القائمة بالاحتلال ودعونا نتوخل الوضوح نحن نرفض جملة وتفصيلة أي محاولة لإخلاء مسؤولية القوة القائمة بالاحتلال أو ترحيل المسؤولية عن هذه الكارثة وتحميلها إلى الأمم المتحدة أو الجهات والوكالات الإنسانية وهذه المسؤولية ينبغي لها أن تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وهذه القوة القائمة بالاحتلال الآن تستهدف الخوذ الزرقاء تستهدف طواقم الأنروا فاستهداف الأنروا وتقييد أيديها وهي الوكالة الإنسانية الوحيدة القادرة القادرة على توزيع المساعدات الإغاثية هي أيضا أي تقييدها واستهدافها جزء لا يتجزى من السياسة الإسرائيلية المقصودة وإن أي محاولة لتقويض عمل الأنروا والنيل من مصداقيته من شأن أن ينال من مبادئ تعاون والتضامن الدوليين وينبغي معارضة هذه المحاولات من لدن مجلس الأمن فعلواتنا على ذلك فإن التقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية المؤرخ السادس عشر من يولو تموز الجاري أي لسبوع الماضي فقط لهو تقرير يبعث على عميق القلق هناك عاود ظهور شلل الأطفال بل فيروس شلل الأطفال في المياه العادمة والمجاري في غزة وها هو تهديد صامة آخر يتربص بهم إذانا بانفجارية وانتشارية وهذا الفيروس المميت الآن يتربص بشعب يجث على ركبته جراء المعاناة وإن النظام الصحي الذي دمر دمر من من القوات الإسرائيلية فهنا تحت الركام وأنقاض المستشفيات والعيادات تلوح في الأفق هذا الوباء من جديد هذه ليست مجرد أزمة وحسب بل هي كارثة مطلقة لها يسعن تجاهل التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حيال احتمال انتشار الأوباء والأمراض بين النازحين والاكتباد وتدهور حالة النظافة العامة والشخصية عموما وغيابي أيضاً خدمات المياه والإصحال به في أماكن الإيواء والتجمعات والمخيمات المقام العجل يشكل بيئة خصبة لانتشار التهب فيروس الكبد الوبائي وغير ذلك من الأوبئة هذه الأمراض التي يمكن الوقاية منها تهدد بالفتك بالمزيد من الأرواح بسبب نقص الحاصل في المعدات الطبية والتي قيد دخولها على نحو مجحف بدعوى التذرع بأنها ثنائية ومزدوجة الاستخدام لا بد من التحرك عاجلاً وسريعاً لتصدي لهذه المخاطر الصحية الحارجة وأن التكتيكات والأساليب الإسرائيل الوحشية هي فعلاً لا يمكن وصفها إلا بمصطلح عقاب جماعي وهي جريمة حرب شنيعة وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية على المعاناة المهولة والعداد التي لا تحصى من أرواح الأبرياء الفلسطينية التي أزهقت لا بد أن ينتهي عصر الرعب هذا لا يسع العالم أن يقف صامتاً أكثر في وجهه مثل هذه القسوة التي تفوق الوصف السيد الرئيس وللتصدي لأوضاع الإنسانية المزرية تدعو الجزائر إلى القيام بالإجراءات التالية أولاً فتح فتح المعابر الحدودية كافة بما فيها معبر رفح وينبغي أن تشرف السلطات المصرية والسلطة الفلسطينية على تشغيل المعبر حصرياً ثانياً تنفيذ مقتضياته ومفاعل القرار الفين وسبمائة وعشرين وذلك من خلال نشر مراقبين في رفح بما يكفل سلاسة دخول المساعدات الإنسانية واليغاثية ثالثاً تمكين الأنرو وغيرها من الوكالات والجهات الإنسانية الفاعلة من توزيع المساعدات الإنسانية والإنسانية في جميع مناطق قطاع غزة بما في ذلك في شمال القطاع رابعاً إطلاق حملة واسعة للتطعيم من طرف منظمة الصحة العالمية للحلول دونتشار شلل الأطفال بين أطفال القطاع فالأطفال أرواح بريئة ينبغي حمايتها من طرف الجميع خامساً من نسبة لوقف إطلاق النار نعم فمن دون وقف إطلاق النار فكل التدابير الواردة آنفاً هي غير ذات جدوى وبلا طال وقف إطلاق النار في غزة وحده كفيل بالتحرك الإنساني الفاعل والكف الزملاء إن الجراح والآلام التي ألمت بغزة اليوم سوف تترك ندوب غائرة في جسم العالم لأجيال قادمة أطفالنا وهم قادة المستقبل ومفكروا المستقبل ومواطنوا عالم المستقبل والجميع يراقبنا مترقباً فاتحاً عينيه فهم يراقبون كيف نستجيب للأزمات التي تعاني منها الأطفال الفلسطينيين وكيف نتعامل مع دموع الأمهات وكذلك القلق والخوف لدى شعب دفع إلى حافة الهاوية ونهاية الوجود فإن إجراءاتنا لابد أن تصوغ فهمهم للعدالة وتعاطفنا وتقديرنا لقيمة الحياة البشرية وفي هذه اللحظة الفارقة فإن الفتوى أو الرأي التشريعي الصادر عن محكمة العدل الدولية هو المنارة منارة الأمل وخطوة على طريق توصل لحل مستدام للأزمة في الشرق الأوسط وإن الحكم والقرار الصادر عن المحكمة وهو واضح الذي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي وأن النشاط الاستيطاني يشكل انتهاكا لأحكام القانون الدولي أولئك من يؤمنون بجدوى النظام الدولي ينبغي لهم أن يعملوا على تنفيذ مقتضيات القرار الصادر عن المحكمة ليس القرار مجرد وثيقة قانونية صماء بل هو بوصلة أخلاقية توجهنا إلى نحو عالم يتكفل فيه القانون الدولي بحماية الفئات الأضعف والأكثر هشاشة ويحاسب ذوي القوة ويسائلهم لكن نطلب الفهم بشكل واضح دون مواربة إذا تقاعسنا وإذا أخفقنا في الإصغاء لهذا النداء إذا سمحنا للمعاناة في غزة أن تستمر فنحن بالتالي نزرع بذور الشعر بالمرارة واليأس التي ستحتمل ثمارا مروعة في الغد وإن المسار والطريق الوحيد لإنهاء هذه المأساة المأساة المروعة واضح وضوح الشمس كما قال فخامة الرئيس عبد المجيد وأعلن بكل جره يتعين علينا أن نؤمن حق الشعب الفلسطينغي القابل للتصرف في الحصول إلى دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس وعاصمتها القدس الشريف ذلك هو واجبنا الأخلاقي ومسؤولية ودين تاريخي على البشرية أن تسدده ومن باب السرعة والأولوية إن ثمن إخفاقنا وفشلنا لن يسدد ثمنه جيوسياسيا وحسب بل بأرواح بشرية وأحلام من محطنا